السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان والأخوات كرام مرحبا بكم في حلقة جديدة من الأخبار إيطاليا حلقة اللي فيها بزفة الأخبار ماشي كاملة في العناوين وغذين تكلموا على الخبر اللي ذكرواه كذلك في النشرات الإخبارية مدينة فيرونا عملية كبيرة قامت بها الشرطة اليوم مع الفجر من أجل اعتقال خمسة المواطنين المغاربة ضربوا وعدبوا مواطن مغربي شاب وخسروا له وجهه والتي عندوا عاها مستديمة كما أنوا غذين تكلموا يا إخوان على الانتخابات الأوروبية هذه تقريبا أسابيع كيوصلوني أسئلة على من غذين صوتوا بغي نصوت على الحزب الفلاني أشنو هي البرامج جدياله أشكي قول على القضية الفلسطينية وأشياء من هاد النوع أنا ما غنشوش البرنامج كامل ولكن غذين ركزوا يا إخوان على القضية الفلسطينية على المهاجرين والمسلمين المهم فقرة اللي هي رائعة الناس اللي عند جنسية إيطالية خاصهم يمشيوا يصوتوا واجب مدني لوحد يمشي يصوت 4 ساعة ما خسروا له غذين تكلموا كذلك يا إخوان على ميلوني تقوم بزيارة مراكز الترحيل اللي كان في ألبانيا غنت تكلموا على الجدل السياسي حول هاد الزيارة وأشنو القاتل وأشنو اللي وجدت ألبانيا واللي بقي ما وجدش كيفما أنه غنت تكلموا على الطقس موجة حر صيفية غت اجتح إيطاليا في الأيام القادمة وتستمر إلى بداية الأسبوع القادم والموجة دي الحر غتكون في الطالية الكامل إجمالا في حين أنه غنت تكلموا يا إخوان على مدينة القنيطيرة خبر اللي وصل كذلك للصحف الإيطالية ضحايا ديال الماحية المسمومة والحضود الساعة كنت تكلموا على أنه الضحايا حوالي 140 شخص اللي تعرض للتسمم 15 منهم توفاوا غنت تكلموا على السيدة إيطالية في مدينة لوكا اللي على السن ديالها 64 سنة كتولي ديه إخوان وكتولي أم كيفما أنه غنت تكلموا على القضية ديال روبيتير المحاكمة ديال الفتيات اللي كانوا يمشون الصهارات ديال سيربيبرلوسكوني فيها الجديد وكذلك غذين تطرقوا لأخبار ديال القطع ديالغزة صفقة في الوصلات وكذلك تطور اللي كيشهد الصراع ما بين حزب الله وإسرائيل وعدة أخبار أخرى كيفما لعادة كنبغي أشكركم جزيلا شكرا لدعم ديالكم للقناة والناس اللي ما مشاركاش الشاركو بشقو توصلوا بالجديد إن شاء الله فهذا الفقر يا إخوان غذين تطرقوا الأخبار ديال الجالية المغربية وما يمكنش إلا أنه نبدوه إخوان من هات الصورة الرائعة والجميلة الضوامو ديال مدينة ميلانو اللي فيه إخوان راية عملاقة ديال الدولة الفلسطينية مبادرة اللي قام بها برلماني إيطالي ينتمي إلى الحزب الليانسا فيردي السينيسترا التحالف الأخضر اليساري واللي بطبيعة الحال كيفما يشرح في واحد المقال مع الكوريالي ديال السيارة هات سيت سميته ستيفانو أبوتسو قال لي هم أنا يمشيت لدوامو خلص كباقي الناس كان هو واحد الزميل دياله كي خلصوا كتلوا علرج لهم يأخوان السطح ديال دوامو المهم الوقاية اللي غيبالي واحد الشرجم اللي هو مفتوح في التراتسة ديال دوامو غادي يدخل من هذك الشرجم وغايش بدر راية اللي كان طاويها ومخبيها في سرواله وغادي علقها وغا تبقى مع القلي مدة تقريبا واحدة ربع ساعة حتى قد دخل الحراس اللي متكلفي إخوان بالأم ديال دوامو وغادي تحيي درية من بعد غايش يوريجال الشرطة غايح يجزعوا ليها وما عندوش أخبار وش هو يمتابع قضائيا وش دروا به الدينوش ولا ما دروهاش المهم اللي كان هو أنه هذة الصورة حاليا تنتشر في العالم كامل ومبادرة اللي هي رائعة وحول هذ الحزب وأحزاب أخرى الناس اللي ما عرفاش لما تصوت في الانتخابات الأوروبية راه الفقرة اللي من بعد هذي غادي نتكلموا يا إخوان على الأحزاب والفرق اللي كان مبيناتهم خصوصا في القضية الفلسطينية غامشوا نتكلموا على أخبار أخرى وهذا المرة غامشوا نشوفوا خبر لكي تصدر ما شعر الصحف الإيطالية ولكن كذلك النشرات الإخبارية لأنه احتفل أخبار تذكر هذ الخبر دي السادية المواطنين المغاربة اللي اعتادوا على مواطن مغربي آخر وعدبوه يا إخوان ومخلوا مدروا فيه لدرج أنه خسروا له وجهه وولت عنده عاها مستديمة بطبيعة الحركة نتكلموا يا إخوان على السادية الناس اللي شاركوا في التعذيب دي الوحد شخص شاب عنده الساو عشرين وهذا السادية الناس راهم شدوهم شدو منهم خمسة واحد للحدود السعبق الملاقي ينوش وهذا الفيديو إخوان دي العملية اللي قاموا بها رجال الشرطة اللي يوم في الصباح من أجل الاعتقال دي الهد الناس يعني نطالقوا في رقع عديدة من الكوميسارية دي المدينة فيرونا باش يبشيوا الوحد الماكاني إخوان اللي كان بالقرب من الديبوات دي التران مكان اللي هو يمهجور كان ساكن فيه مواطن مغربي اللي في الأيام الماضية غير يدخلوا عليه بالليل الزرواطات دي العود وبقراعي دي الجاز كيدربوا فيه إخوان وكيعدبوا فيه حتى غي خسروا ليه وجهه حرفيا وحاليا راه وجهه خسري إخوان بطريقة دائمة المهم اللي كان هو أنه أثناء تفتيش المنزل اللي كانوا ساكن في هاد الناس لقوا عندهم فلوس بزاف كاشي إخوان دليل على أنه ربما كانوا داخل فهذا كشي ديلة بزنيس المهم السيد من غي يعدبوه غي شفروا لي التليفون دياله وكذلك 400 أورو اللي كانت بالحوزة دياله غي تلقوه غي هرب مسكين لوقيت اللي هما يخارج من هاد المكان المهجور غي تلقوه مع شاب آخر مغربي كي يعرف الدر اللي ضربه ولذلك تعرفوا عليه غي يجروا إخوان يشدوه غي يعدبوه حتى هوايا وغي يوكلوه العصا ومن بعد غي يزوزوا يتليفونه الفلوس اللي هاز المهم بشاو وغي بضوحة تحقيق اللي شاركوا فيه إخوان بزاف ديت الفرق يعني بزاف يعني من يعني من الشرطة العلمية الشرطة ديال القطارات المهم بزاف ديت الفرق وفي الأخر شدو خمسة واحد باقي هربان ومن بين تهم اللي عاطينهم الضرب والجرح للسرقة باستعمال العنف التعديب وبزاف ديت الجرائم الأخرى غن تكلموا كذلك إخوان على الأخبار اللي عنده علاقة بالملف الإيطالي المشهور اللي تكلمنا عليه في السنوات الماضية أو الأشهر الماضية وظنينا أنه الميلف صافي تسد والتقفل بالتبرئة ديال جميع الفتيات اللي كانوا كيمشوا للصهارات اللي كان كيقدم سيلفي بيرلوسكوني وكان كي ينظم في الفيلة ديالو ديال آر كوري المهم اللي كيني إخوان هو أنه في الأشهر الماضية المحكمة ديال الاستئناف من بعد تقريبا واحد حداشر عام برآت سيلفي بيرلوسكوني وبرآت جميع الفتيات اللي كانو كيمشوا لهذوك الصهرات علاش؟ لأنه الدفاع ديال بيرلوسكوني كان داكي للغاية استغل واحد التغرى اللي كان في القانون وهالتغرى كتقول بالله أنه وخال فتيات اللي كانو كيصهروا عند سيلفي بيرلوسكوني عودوا شيء أشياء اللي هي يا جرائم مثل أنه سيلفي بيرلوسكوني كان كيرشيهم وكان كيخلصهم بشي سكتوا ومعودوا تشي حاجة وخهد شيء اعتارفوا به مثل مش إذن ديالهم علاش؟ لأنه اعتارفوا بهذه الأقوال كشاهدات وليس كمتهمات كو كانوا متهمات المتابعين خاصوا متساءل ويتم الاستنطاق ديالهم بالحضور دي المحامي ديالهم وهات الشيء اللي موقعش هم سمعونيهم كشهود ولذلك الأقوال ديالهم كأنها لم تكن المهم تم التبريئة ديالهم وتم التبريئة ديال سيلفي بيرلوسكوني ولكن نيابة العامة طعنات فهذا القرار إلى المحكمة ديالت النقد الكساتسيوني اللي كانت غادي تبت فهد الملف اليوم حيث نيابة العامة طالبات باش أنه الملف يرجع للمحكمة الامتدائية يتعود كل شيء من الزارو وكتقول بلا أنه الموضافين ديالت نيابة العامة راه داروا الخدمة ديالهم والسامعونيهم كون أنه السامعوني كشاهدات أو كمتهمات لا كانت فرق لأن هذه الأقوال كانت واعترافات التي كانت وخاصة تتخذ بعيد الاعتبار داب القادي يقرر في هذه القادية وأجل الجلسة اليوم إلى غاية الجلسة اللي ستكون نهار عشرة في الشهر السبعة ما شو تتكلمي يا إخوان على قادية أخرى هي فيما يتعلق بذلك الشيء اللي وقع في السدي علال التازي في المغرب اللي حتى الصحفة الإيطالية تكلمت عليها حالياً المهم كين تضارف المعلومات حتى في الجرائد المغربية لأنه مثلاً في إيس بريس كيتكلموا على أنه لعدد ضيال الضحايا يقفز إلى 15 وفات وكين أخبار أخرى لتنشرات عير اليوم مع الصباح كنت تتكلم على أنه هون ناس اللي توفى وراهم عير ثمانية إجمالاً يا إخوان كنظن والله أعلم أنه هون ناس اللي توفى وخمستاش اللي ما عارفناش علش كنا نهضرو يا إخوان في السدي علال التازي جماعة اللي هي محسوبة على مدينة قنيطرة شي شابب يا إخوان وشي رجالة شربوا يا إخوان شراب لي هو يفاسد ألكول لي هو بيريمي ولا يعني وافي ولمسموم المهم دار لي متسموم والناس اللي عندهم متسموم رأى العدد ديالهم يرتفع إلى 14 شخص يعني شربوا يا إخوان شي شراب لي هو يمش يتلهيه وعلى حسب ما كي يشرح الأخ ديال واحد الضحية واحد النوع ديال واحد الشراب اللي كي يتباع للكاس يعني العبار كي بيعوليهم كاس بعشرين درهم المهم ناش شربات داك شي إخوان وبدأوا الناس كيتوفوا على حسب اللي فهمت أنا يتوفوا 8 داخل المستشفيات وهذا الشي اللي كتعلن لي كذلك المديرية الجهوية للصحة بجهة الرباط وقنات رأى إلا أنه اللي توفوا خارج المستشفيات رأى هم سبعة ولذلك في التوطار كنتكلموا على خمستاش وما تقدرونش تخيلوا إخوان الفيديوات رأى همتاشرة في مواقع التواصل الاجتماعي على العائلات ديال الضحايا أمام المستشفيات حتى يخرج لي مخبار بلا أنه الإبن ديال المره توفى يعني أمهاتي كل شي كي يتباكى وكل شي كي غوة الله يحسن العوان الله يرحم هات الشباب والله يغفر ليهم وصار حتى الشيء اللي هو يمؤسف للغاية ويعير باش نعطيكم فكرة راعير نهار جوج في شهر السستة ديال 2023 يعني عام بالتحديد عام لاسق يا إخوان في مدينة القصر الكبير كانوا توفوا تسع ديال الناس دائما بسبب الماحية اللي هي يمسمومة ولذلك لا يدر الشيء ديال الخير يا إخوان والله يعفو على الشباب ديال اليوم واللي عنده شي بليا الله يعفو عليه منها فهذا الفقر يا إخوان غادي نتكلموا على الأحزاب اللي مترشحة للانتخابات الأوروبية لأنه أكثر سؤال اللي كي تطرع عليه مؤخرا سوفيان علامن غادي نصوته أشنو بالك في الأحزاب اللي كينه حاليا أنا بغي نصوت لهذا الحزب أشنو بالك فيه الأحزاب اللي غانتكلم عليهم مغانتكلمش عن برنامج الانتخابي ديالهم إلا جيت متكلم على البرنامج ديالهم راه ه Isaiah انا غانتكلم انتكلموا فيnicas من جيه وحدة حاجة اللي كتهمنا أكثر في هاد المرحلة هي الحرب يا إخوان والمجازر اللي كترتاك في القيطاع دي الغزة أشنو كيدلوا الأحزاب الإيطالية وشكون لكي يستهدف المهاجرين والمسلمين ولذلك إجمالا غنقول لكم بلأنه الأحزاب اليمينية يجب عدم تصويت لها نهائيا أحزاب حل الحزبية جورجا ميلوني ديال سالفيني أو ديال سيلفي بيرلوسكوني يجب تفادي ديالها وما خصت شي واحد يعطيهم ولو نصف صوت الأحزاب الأخرى اللي غدي نشوفوه إخوان غنشوفو الحزب الديموقراطي لحركة خمسة نجوم وكذلك الاتحاد ديال الخضر واليساريين أليانسا فيردي السينيسترا لكني إخوان هو أنه هاتل سديد الأحزاب اللي هي يسارية واللي اذكرت حاليا كل هات قريبا عند نفسي إخوان الفكرة على القيطاع ديالغزة كلهم بثلاثة كي طالبوا بوقف إطلاق النار الدائم كي طالبوا بإدخال المساعدات وعير باش نعطيكم فكرارها في الأشهر الماضية وهذا الخبر ركننا اتطرقنا له كذلك كانوا مشوي إخوان شي خمستاشر برلماني إيطالي الأغلبية ديالهم كانوا من الحزب الديموقراطي كالبعد اللي هوية من الحركة خمسة نجوم والبعد اللي هوية من أليانسا فيردي السينيسترا مشوولوا المعبر ديال رافح بطبيط الحال من الجهة ديال الميصر ومشو داروا زيارة مماية وطالبوا بإدخال المساعدة إجمالا هاتل نس كيتحركوا مؤخرا رشف نبرلمانيين ديال حركة خمسة نجوم ديال حزب الديموقراطي والليانسا فيردي السينيسترا اللي كي طالبوا من الحكومة الإيطالية أنها تعتارف الدولة الفلسطينية ولذلك هاتل سديد الأحزاب رهم كيف كيف من ناحية ديال القدير الفلسطينية أنا شخصيا إلا غادي نصوت الحزب اللي صارحة من خلال تتبع ديالي للأخبار كنحس به قريب بزاف للمهاجرين وقريب بزاف للمسلمين هو أليانسا فيردي السينيسترا علاش؟ لأنه هادو بالتحديد بخلاف حركة خمسة نجوم الحزب الديموقراطي هم الوحيدين اللي كيتكلموا على الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في البروغرام ديالهم يعني كيستعملوا واحد الكلمة اللي هي قاوية جينوشيديو لأحزاب أخرى ما كتستعملهاش هذه اللولة تانية اليومي إخوان فرطياني اللي هو واحد من القادة ديالهاد الحزب مشي إخوان على التقديم ديال مية وخمسين ألف إمضاء اللي جمعوهم في الأشهر الماضية علاش باش يديكلاريو بنتانياهو كمجرم حرب وهذي خطوة اللي صراحة ما دارت تشي حزب ولذلك هاد الشي لاش أنا كنظن الأحسن هو أنه الواحد يصوت لهذا الحزب هاد الحمام اللي كتشوفو هي حمام ديال السلام والألوان اللي كتشوفوه هي الألوان ديال راية السلام ليست الراية الأخرى إجمالني إخوان من غير هاد الشي أكثر وحدين اللي كنشوفوا مكيتكلموا على المهاجرين وعلى المسلمين مثلا القانون اللي هو يا إخوان ضد المساجد را تكلموا عني المعارضة إجمالا وكانت كلها ضده حتى الحزب ديمقراطي وحتى الحركة خمسة نجوم ولكن أول وحدين تكلموا على الموضوع را هي الليانسا فيردي السينيسترا السيد الجزائري اللي كانوا شدوه إخوان على قبل ذلك الشي اللي كانشر في مواقع التواصل الاجتماعي على قبل فلسطين والقطاع دي الغزة وحماس وكانوا بغن يطردوه الحزب الواحد اللي الدخل وقدم مساءلة في البرلمان لوزير الداخلية أو وزير العدل را كان هو هاد الحزب وهاد الحزب دائما هو اللي كانت دخلي إخوان في القادية دي اليونس البوستاوي يعني را كان بزاف دي الحالات اللي كتخليه أنه هاد الحزب كان حسبيه هو الأقرب ناهيك على أنه كان بعض الإخوان مني تناقشناه تشوف الإنستغرام تيقول لك حتى كان بوتيري البوبولو اللي هم يبزاف مع المهاجرين أنا هادو كل الناس كيعجبوني بزاف هم يساريين بزاف كتر من القياس ولكن إجمالا حتى هم هاي إخوان ما مرشحش الانتخابات وعنوا على أنهم كيدعموا الحزب دي الأليانسة فردي السينيسترا خصوصا أنه مع هاد الحزب مرشح كذلك إيلاريا ساليس المواطنة الإيطالية لمتاه من هاي إخوان فهان غارية وكانوا شادنا في الحبس وكيدخلوا هاي إخوان المحاكين بذوق السلاسل المهم هذك السيدة راه ترشحات مع هاد الحزب باش احتقي لنجحات غيتم إطلاق الصراح ديالها بطبيعة الحال يعني ناس وحزب اللي كده فعل الحقوق ديت المظلومين إجمالا الواحد احتقي لبغي يصوت الحركة خمسة نجوم والحزب الديمقراطي ماشي مشكل أنا عيرك نقول لكم الرأي ديالي لكن شوفهم قراب لي بزاف الأفكار ديالي من خلال تتبع للأخبار راه هم هاد الناس هاد شي على المستوى ذي الانتخابات الأوروبية هاد الموضوع ديال الانتخابات المحلية فهذا الفقر يا إخوان غادي نتكلمو عن الزيارة اللي قامت بها اليوم جورجا ميلوني إلى ألبانيا واللي كانت برفقة الوازير ديال الداخلية بيانتي دوزي اللي هو على اليسار ديالها أما على اليمين ديالها كان الرئيس يا إخوان ديال ألبانيا المهم كان كذلك إخوان الناس اللي هم يمن الجيش الإيطالي باش يشوفوا فين وصل المشروع ديال المراكز الترحيل اللي بغين يديرو في ألبانيا اللي جورجا ميلوني في شهر حداش اللي داز كانت كتقول بلا أنه غادي تكون واجدة في شهر خمسة إلا أنه كيف ما غادي تشوفوا معاي من الصور ذاك الشي لوجدتي إخوان ألبانيا هو كما يلي يعني كنت تكلموا على واحد المركز ديال الاستقبال وهذه الصور غا توضح لكم أكثر هذي إخوان الميناء غاين نزلوا البطوة هنا محمالين بالمهاجرين وغايدخلوا هاد المراكز ديال استقبال غايتم تسجيل ديالهم فيها كنت تكلموا على مركز اللي يقدرينه زحت الالف ومن بعد غادي نقلوهم إلى مراكز ديال ترحيل اللي كينو وسط الجبال إلا أنه المراكز ديال ترحيل باقي ما تبنيتش فيهم ولا طوبة يعني ما كين تشي حاجة يا إخوان وباقي غير الحرط وجامبارات اللي كيدورت من المائق بطبيط الحال هادك الشي اللي وجداش ألبانيا من أجل الزيارة ديال جورجا ميلوني هو هاد المركز اللي مصيبه إخوان فقط عرب الكنتينيرات بحال هادو كديل الزيزال يعني ما كينش وكيف ما كتشوفوا معي من الصورة هاد عرب الكنتينير يا إخوان يعني ما كينش بناية نهائيا شيء من هاد النوع تشد في العافية يا إخوان في نص ساعة وبطبيط الحال كنت تكلموا على واحد الحملة انتخابية اللي في ساعات الأخيرة ديالها لأحزابي إخوان خصوصا جورجا ميلوني اللي في الحكومة كتدير قدر المستطاع من القوانين ومن الإعلانات باش تقدر تكسب الأصوات ديال الإيطاليين اللي غاي مشي تصدى له هاد شيء إخوان هو برلماني من واحد الحزب ديال بيوغروبا اللي مشي تصدى لها وتلقوا له إخوان الحراس وكين صحفيين وكين زملاء ديال والتي يقولين ما ذكرها برلماني ديال الجمهورية الإيطالية ما تشدوش وما تعاملوش بها الطريقة غاي حبس لهي إخوان السيارات ديال هاللي كانوا غادين وهي غالي تنزل وغالي تتكلم معاه قال لي ها أنا أمام الكاميرات وبالحضور ديال الكنتية وأنا برلماني وديروا فيي هاد شيء أشنو غاي وقع لهادوك المساكن اللي غايكونوا بعض على الكاميرات وما كيعرفوا متاشي واحد إيا تقول لي سي هادوك المساكن يعني بحال دحكات عليهم أرى ما مساكن متاشي حاجة المهم إجمالني إخوان هي حتدخلت للطموبيل ورجعت عنده قلت لي شوف أنا كنت فاهمك حتى أنا كنت بحالك ما كنت نقدر نوصل لهذاك ربعة في المئة اللي محتاجها وكنت ندير حملات انتخابية اللي مساعدة أنا ندير فيهم كل شيء ولذلك كتقول لي انتك تدير هاد شيء عير من أجل المصلحة ديالك ودين الحزب ديالك بطبيط حال نفس الشيء كين طابق على هيايا لي تلتيام قبل الانتخابات كتبشي إخوان ألبانيا بشبيلهم هاد المركز اللي صراحة يالله داروا واحد باش يستقبلوا فيه المهاجرين يسجلوهم وساعات من بعد من جورجا ميلوني وهذا هو الموضوع اللي كيفتاها تحبيه إخوان الصحف الإيطالية اللي سبعت اليوم كيتكلموا مثلا زفولتا انتراسولو كلافورو يعني فيما يتعلق بالذكراتو فلوسي على حسن ما كيكسب الجورنالي تيقول بلا أنه غيوا اللي يدخل طاليا نعير اللي عنده شي كونترا موجودة يعني بالذكراتو فلوسي ما يبقاش الواحد يجي وما يخدمش هذه اللولة تانية فيما يتعلق بالكوريا ذرا السيارة كيتكلم على أنه الخطة لتغيير لذكراتو فلوسي ما زال ما واضحاش والجورجا ميلوني البارح بشدارتي إخوان هذه الشكاية عد نيابة العامة لمكافحة الإرهاب وكذلك الجريمة والعصابات ديال المافيا يعير من أجل انتخابات يعني ما كيش حاجة أخرى يعير لأجل انتخابات وباش الناس يتكلموا عليها أما الأشياء اللي كتقع في ذكراتو فلوسي رها معروفة منذ سنوات وحتى الكوريا ذرا السيارة كيتكلم على هذا الموضوع وكأهم موضوع ميغرانتي ميلوني ريجية كريمينالية يعني كزور كنا إدارة ديال ناس اللي هما يعيصباش إجرامية وراء لذكراتو فلوسي ومن غير هات الشي إخوان جورجا ميلوني دائما بالأمس خرجت قانوني إخوان باش تحيد اللوائح ديال الانتظار أو تقلس منها في المستشفيات لأنه كيف ما راكم معارف الواحد منك يبغيش يدير فيزيزة كي يلقى قدامه متلا شهرين باش يديرها وبعد المرات على حسب النوع ديال الفيزيزة اللي بغي تدير كتقدر ما تلقاش نهائيا لابونطا مينتو أو أنه لابونطا مينتو كي من بعد السنة ولذلك البارع علنات على أنه دارت قانون في المجال ديال الصحة باش تقلس من اللوائح ديال الانتظار إلا أنه إخوان يعني القانون في بزافية المسائل غادي تقولي الأطيب بقى تخلصهم أكثر اللي غي يخدموا كتار غي وليوا الفيزيزات يداروا بالصبت والحد وعدة مسائل اللي يزوينا ولكن المعارضة من بين الحزب ديمقراطي والحركة خمسة نجوم كيت تهموها بواحد القانون فارغ قانون ما عنده لساس لا راس دار فقط من أجل الحملة الانتخابية وبلا أنه ذاك القانون رفي قوانين اللي هي مزيانة ولكن خاصة فلوس فلوس للحضوط الساعة ما كيناش والصحة راي لحكومة دي جورجة مينوني أول حكومة اللي كتنقص ليها من تمويل دي لها يعني الصحة في عوض ما أنني ننمو لها ونزيدوها الفلوس الحكومة دي جورجة مينوني هي اللولة في السنوات الأخيرة اللي كتحيد الفلوس للقطاع دي الصحة وكتخلي أنه القيطاع البي يعني الصحة العامة دي للدولة حaveت لها الفلوس والبي كي يقولي هو اللي منتعاش حالي وهو الليخدام بحكم أنه الناس يجب أن تكون مريضة يجب أن تجعل فيزيتها و لا تبقى سنة نصف شهر يجب أن تجعلها في البريفيو و يجب أن تخلصها بطبيعة الحال يعني راه روينا يا إخوان نايدة في هذه الانتخابات وفي الأيام الأخيرة فهذا الفقر يا إخوان سنتحدث عن أول موجة الحر صيفية اللي ستجح إيطاليا في الأيام القادمة بطبيعة الحال من بعد أيام اللي كان فيها سوء الأحوال الجوية خصوصا في الشمال ديال الطاليان واللي أدى إلى الوافد ديال ثلاثة ديال الشبابي يا إخوان من بعد ما أنه يحمل الواد و أداهم تيار ديال هذا الواد بطبيعة الحال غدي نتكلم اليوم على التوقعات اللي غدي تكون إلى غاية يوم الأحد القادم بإذن الله وبمشيئة الله وعلى حسن ما كيت تكتف المواقع على درجة الحرارة ممكن أنها تصل حتى لربعين درجة ديال الحرارة في بعض المدن اللي كان في جنوب إيطاليا بالتحديد كنت تكلموا يا إخوان على موجة ديال الحر اللي كتجي من المناطق اللي هي مغربية و إسبانية موجة ديال الحر اللي غدي تجيل طاليان وبطبيعة الحال غدي تدوز كذلك على البحر الشيء اللي غني خلي أنه هاد الموجة ديال الحر غدي تعمار كذلك بالوميديتا يعني بالرطوبة الشيء اللي كي خلي أنه الحرارة الواحد كي يحس بها أكثر يعني مني كيكون الطقس جاف ركت كل أمور مزيانة ولكن مني كتكون الرطوبة طالعة يا إخوان راه الناس كتتعدب شوية المهم إجمالا كنت تكلموا على أنه درجة الحرارة القصوى غدي تكون يا إخوان ما بين يوم الجمعة السبت و كذلك الأحد وحتى الاثنين في الجنوب دي الإيطاليا أما فيما يتعلق إخوان بالرطوبة غدي تكون خصوصا في البيانورا بادانا يعني في الشمال ديال الطالية إجمالا كنت تكلموا على أنه يوم الخميس غيكون يوم اللي هو صيفي طقس جميل و يوم مشميس يعني كنت تكلموا على غدا إن شاء الله غتكون الأمور زوينا أما فيما يتعلق إخوان بيوم الجمعة والسبت غدي تكون درجة الحرارة اللي غدي توصل 34 في مدينة تارني و 33 درجة حرارة في مدينة أسكوليبيتشينو فورلي وماشيراطا هاتش في الوسط الشمالي أما في الجنوب غدي تكلموا على 35 درجة دية الحرارة اللي غني فوتو هاي إخوان في أوريستانو وطارنتو اللي درجة الحرارة غدي توصل ما بين 36 و 37 فيما يتعلق إخوان بالويكاند نهاية الأسبوع ربما إخوان في بعض المناطق من الشمال دية الطاليان يكون إخوان سوء الأحوال الجوية عواصف رعدية بسبب إخوان هاتتيار اللي هو يسخون كي يتلاقى مع هذك اللي بارد ولذلك ممكن أنه يكون إخوان سوء الأحوال الجوية في بعض المناطق الشمالية أما في الجنوب دية الطاليان غد تكون درجة الحرارة على الجهد ديالي إخوان لأنه غدي توصل مثلا ما بين 39 حتى 40 39 غد تكون في مدينة تشيفالو اللي كيني إخوان في السيشيليا وفي المناطق الأخرى بحال باري وكذلك إخوان فوضجة درجة الحرارة غد تكون 38 درجة الحرارة يعني كنت تكلموا على جول اللي غي بدا يسخن وهذه أول موجة دية الحر فهذه الفقرة يا إخوان سنتكلموا على واحد الخبر اللي صراحة كنظل أغلب هي مغترحبش بيه كنت تكلموا على مواطنة إيطالية الاسم ديالها فلافيا اللي على السن ديالها 64 سنة غادي تكمله في الأشهر القليلة القادمة ولدتي إخوان في المستشفى اللي كين في البروفينشا ديال مدينة لوكا يعني السيدة على 64 عام ولدتي إخوان والإيطاليات ماشي أول مرة يا إخوان كتخرج أخبار عليهم من هاد النوع لكن إيطاليات اللي يولدوا في السن أكبر من هذا بطبيعة الحال هاد السيدة يا إخوان كان عندها حلم كبير باش أنها تكون أم يعني الأمومة دائما واحد الحلم اللي كان كي يراودها ولها لا يحرمي إخوان شي سيدة من الأبناء الله يرزق الأبناء جميع الناس إخوان اللي كي بحثوا عليهم المهم هاد السيدة مخلص ما دارت ودارت إخوان علاجات باش تقدر أنها تحمل في السنوات الماضية ما سهلش الله غاتبشي إخوان الأوكراينا تم مكين العيادات اللي كيدروا تخصيبه إخوان فاء المختبر وداروا لها العملية يا إخوان ونجحات وجهت عملية اللي كانت نوعا ما خطيرة ماشي عير في المرحلة تنفيذ ديالها ولكن بحكم أنه أوكراينا بلد اللي فيها حرب وهي مشت عير في الأشهر القليلة الماضية المهم طفلي إخوان تزاد عنده تقريبا واحد جوجية الكيلو تزاد قبل الوقت وحاليا محتافظا به في واحد القرعة سيدة سكنة مع الأم ديالها اللي عنده 93 عام وهي عندها 64 عام وغايتزاد دري مني غايدير عشرين عام غايتكون عنده هي 84 عام يعني كنت تكلموا يا إخوان هاد النقطة بالتحديدي أنه واحد كي يبغي أنه يكون أب أو أم في السن اللي هو يمتأخر راه الأطيبة راه كل شي كيتكلم على حب الدات كتلقى الإنسان آناني بغي يلبي الرغبات دياله وما كيهموش الأضرار الجانبية اللي غايتكون لأنه دري غايتزاد وغايلقى الأم دياله عندها 64 عام يعني ما غايتقدر تلعب معه ما غايتقدر تعطيه الحقوق دياله ولذلك عير بشتلب الرغبة دياله هي الشخصية الأناني اللي فيها خلاتت تأخذ قرار من هاد النوع وهدي الأغلب ديال التعاليق اللي كنت تكلم على هاد الموضوع يعني إن واحد ما خصوش يكون أنانيس لها الدرجة فهذا الفقر يا إخوان غذين تكلموا على آخر الأخبار اللي كتجمي القيطاع ديالغزة وصارحة من غير أنه يعني كين قسم اللي هو ما زال مستمر وعضوان اللي كتر في 48 ساعة الأخيرة خصوصا في المناطق الوسطة ديالغزة كنت تكلموا على أنه فيما يتعلق بالصفقة ما كيش أشياء اللي هي جديدة بطبيعة حال كنت تكلموا على العدد ديال الضحايا وصل إلى 30586 الله يرحمهم والناس اللي جرحة 83074 بطبيعة حال فيما يتعلق بالصفقة كيف ما قلنا لولايات المتحدة الأمريكية كتأكد بلا أنه المقترح الإسرائيلي ما زال على الطاولة بلا أنه إسرائيل كتأكد بلا أنه الصفقة اللي عارضة على حماس ما زال فوق الطاولة وكتسن الرد ديال حماس حماس اللي القائد ديالها السياسي إسماعيل هنية عبر التطبيق ديال تيليجرام كتب يا إخوان بلا أنه غيكون اتفاق فقط في حالة ما أنه كان وقف إطلاق النار والتراجع ديال الجيش الإسرائيلي من القيطاع ديالغزة بطبيعة الحال أخبار أخرى اللي هي إخوان غير دقيقة كتتكلم على أنه على المستوى ديالدول العربية مثلا الموقع ديالجزيرة كيتكلم على أنه إسرائيل كتطلب من أمريكا ضمانات حول أنه الحرب غادي تستمر من جهة أخرى كين كذلك حماس اللي كتطلب من القطاريين والمصريين أنهم يطلبوا من أمريكا ضمانات على أنه الجيش الإسرائيلي غيوقف العدوان دياله وغييتراجع من القيطاع ديالغزة وغييحتارم جميع البونود من ناحية أخرى في الدول الغربية كيتكلم على أنه إسرائيل كالطالب با الاستمرار ديال الحرب في حالة ما أنه حماس ما احتارمات الشروط والبونود ديالهاد اتفاق يعني في الدول العربية تيقولوا بلا أنه إسرائيل بغى ضمانات باش أنها تكمل الحرب في حين أنه في الصحف الإيطالي كيقولوا ضمانات باش تكمل الحرب إلى ما كانش الاحترام من طرف ديال حماس للبونود ديالهاد اتفاق اتفاق للحدود الساعة تشوي واحد ما عارف إخوان تفاصيل ديالغ من غير نطانياهو اليوم ما طلقوا يا إخوان ممتنين ديال حماس المخابرات المصرية وكذلك الوزير الأول القطاري طلقوا في الدوحة وكان بنجم إشماح حول هاد الصفقة ديال تبادل الأسرة ووقف الحرب وغدا يا إخوان غايجي كذلك القائد ديال مخابرات الأمريكية للدوحة باش يقلسوا يتحاوروا لهاد الاتفاق المجازر راها ما زالت مستمرة ولحدود الساعة الاتفاقي إخوان راها ما زال ما وصلوش ليه الحاجة الآخرة اللي غن تكلمو عليها هو أنه في المستشفى ديال الأقصى اللي كين في وسط قطاع غزة كيتكلمو عليها أنه عير البارح توفى 70 شخص يعني 70 شخص اللي وصلوا إخوان توفى والأغلبية ديالهم نيساء وأطفال و300 كانوا جرحة هاد الشي عير بالأمس فقط وعلي حسب ما كيشرحوا مسؤولين فأطباء بدون حدود قالك الريحة ديال الدم اللي كين في البرونتوسو كورسو راها ما يمكنش تحمل ديالها وكيطالبوا بإدخال كذلك المساعدة لأنه المعبر ديال رافح شهرة هذي هو مسدود ما كيدخلوش مساعدة طبية من غير أنه المجاعة يا إخوان كيف ما كتقول الأمم المتحدة غادوا كتفاقم وغادوا كتزايد وكين مليون ديال الناس اللي في خطر أنها تكون عندهم مجاعة اللي هي خيبة وخيبة بزاف يعني الله ديال الشوية الخير وكأنه إخوان ما بقاش من لديم كيتكلم بزاف على القضية الفلسطينية الله ديال الشتاوي من غير هاتشي إخوان فيما يتعلق بالسيراء مع حزب الله وإسرائيل راه ما زال تهديداتي إخوان ما بين الطرفين إسرائيل كتهدد بتوسيع الحرب وحزب الله اللي كيقول أنه مساعد لأي سيناريو ممكن اليوم كان هجوم على الشمال ديالإسرائيل بواحد الدرون اللي يضرب 11 جندي واحد منهم حالة دياله خطيرة يعني كنت تكلموا على 11 جريح واحد الحالة دياله خطيرة واليوم ما في الصباح بكري بزافرة كاني إخوان تسعة ديال الجنود اللي هم يجرحى في الجنوب ديالإسرائيل ما عارف لش الأسباب ديالانفجار شنا هوية ولكن راكي حقه في الأمر طبيع الحال يعرف نهار واحد كنت تكلموا على حوالي 20 جريح ما بين الجنود ديالإسرائيل واحد فيهم الحالة دياله خطيرة والسبب الرئيسي بعدها هذو كله كان في الشمال راه حزب الله أما في الجنوب راه ما زلت حقه